من كده أجهز لرمضان فعدت عليها آية كريمة في صورة البقرة واستعينه بالصبر والصلاة فحسيت أن لا وهي كبيرة على فكرة يعني مع أن الواحد يقول لك يا نم بصلي وصبر لا دي حاجة كبيرة دي مش حاجة صغيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فزعه أمر فزع إلى الصلاة يعني لو في حاجة جدت عليه كده فيها ثقل يقوم يقف بين إيدين ربنا أنت بتوقفي بين إيدين ربنا بتخرجي الشحنة اللي هو واكي على عتبة ربنا سبحانه وتعالى بتطلبي منه المدد والمعونة فينزل عليك السكينة ينزل عليك الهدوء ينزل عليك اللطف أيها وده الإجراء التاني اللي احنا ممكن ننصح به وهو برضو تجلي من تجليات النظر في العواقب أنا النظر في العواقب في الشق الأولاني اتكلمت على النظر في العواقب الحياتية إن أنا هبقى صلبة هيبقى عندي خبرة إلى آخر هذا الكلام لكن في عقبة تانية أخروية وهي الجزاء إلى ربنا سبحانه وتعالى عدوا للصابرين قلنا قبل كده ونكرر هذا إن الجزاء على الأعمال الصالحة ربنا سبحانه وتعالى عمله معيار الحسنة بعشر أمثلها والله ضعفه لمن يشاء إلى سبعمائة ضعف يعني من عشرة لسبعمائة خلاص ده الحد الأدنى وده الحد الأعلى لما جه في عبادة من العبادات معينة وهي عبادة الصبر وهي من أجل العبادات فهمنا وقلنا إنها خارجة عن هذا المقياس وهذا المعيار حد الأعلى للأجور ده ما ينطبقش عليها والصيام أيضا نعتقد والصيام ضربة من ضروب الصبر الصيام نصف الصبر كما ورد في الحديث الشريف ولذلك إيه؟ ده بنؤكد عليه دايما إن ليه الصائم كل عمل ابن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إنه في صبر لأنه في صبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على كل ملاذات الحياة طبعيا على المعاناة إخامة الطاعة فالصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بألف ألف ضعف بألف ألف ضعف بغير حساب يعني إيه بألف بغير حساب يعني كأنه واحد ولله المثل الأعلى بيقولك لو عديت المن محنة دي شيك على بياض حاجة قريبا من كده طبعا ولله المثل الأعلى لا بس التشبيه البسيط ده خلنا نفتكر الجملة دي أيها لما يبقى الواحد في محنة وعايز يصبر في من عند ربنا شيك على بياض شيك على بياض إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أيها الألم مر ومحنة بتوجع الإنسان وقد تقتله أحيانا قطم رضو لكن في النهاية إذا استطعت إنك تتأمل في المعاني دي ارضى بما قسمناه الله لك والرضى على فكرة مش معناها الاستسلام عشان بعض الناس ممكن يظن أن إحنا بنقافي إن الناس يعني أو بندعوهم إلى الاستسلام أيها زوجة وبتضرب كل يوم فهي ترضى إنه هو تاخد العلقة كل يوم لا طبعا حاجات كثيرة واجه قدر الله بقدر الله الرضى مش معناه الاستسلام الرضى معناه عدم الصخت ربنا ليسامح الله أجرى مرض على إنسان يقول الحمد لله ويسعى في العلاج جميل ربنا أجرى على إنسان الفقر والعوز يقول الحمد لله ويسعى في زيانة دخل ويسعى في ابتكار وسائل وزائل أخرى وهكذا فيجابه قدر الله بقدر الله برضو أنت في النهاية مش خارج عن دائرة القدر لكن أنت بتراعي سنة الله في الكون بالتسبب يعني بالأخذ بالأسباب مع تعلق قلبك بمسبب الأسباب الله يبارك لك يعني الشهر شعبان نهاردة واحد شعبان فيستدت تحط خطة لنفسها فيستدت تسبت وردة عندها تقولك عشان أسخن كده عشان في رمضان إن شاء الله أختم كذا مرة في ناس عايزة تصوم إيه المسموح في شهر شعبان بالصيام هو طبعا الشرع الشريف لو حضرتك لاحظتي هتجدي أنه هو فيه أوقات الناس فيها بتبقى مقبلة على العبادة والعبادة فيها جماعية زي صلاة الجماعة زي صلاة الجمعة زي صيام مثلا رمضان صيام المواسم المتكررة فبتلاقيها خفيفة على القلب لأننا معايا ناس بتشترك فيها أنا ما بصلي الوحيد غير ما بصلي في الجامعة أو بصلي في جماعة الدنيا بتبقى خفيفة جدا في الحقيقة طيب هل فيه أوقات الناس تغفل عنها؟ فيه أوقات الناس تغفل عنها الشرع بقى خلى العبادة في الأوقات التي يغفل الناس عنها الأجر فيها خاص الله فقال لك أن مثلا عمل فضل للعبادة في الهرج الهرج اللي هو وقت الفتنة وقت الفتنة الناس منشغلة بهذه الفتنة ومش ملتفتة فهي واحد يذكر الله يعبد ربنا الفتنة دي يعني إيه مقصد الفتنة يعني لها تجليات كتير الفتنة يعني مثلا فيه إراق الدم فيه اختلاف وجهات النظر زي ما كان حاصل في بلادنا مثلا من عدة سنوات قريبة ليست بالبعيدة خلاف حد فوقات النظر بيخلي في الأمور السياسية يعني بيخلي ده يعدي ده وده يشجع وده ما يشجعش فالناس وجهات نظر إنت بقى تروح متجلي مع ربنا أعبد ربنا سبحانه وتعالى في الوقت اللي الناس منشغلة بيها بأزيز تفاصيل اللي فيها فتنة فلك أجر لأنك عبدت ربنا وتذكرته في الوقت اللي الناس كلها غفلة عنه الله إيه علاقة ده بشهر شعبان الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا سأله بعض الصحابة فقال له إن نراك تكثر الصوم في شهر شعبان فقال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائب الله يا في معنين سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يكثر من العبادة ومن الصوم في شهر شعبان لأجلهم ده سيدنا علي ابن أبي طالب سيدنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة فقال له إحنا بنشوفك بتكثر من الصوم في رمضان ليه يعني إيه السر فقال له هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان أي فقال شعبان الناس في رجب شهر من الأشهر الحرم والأشهر الحرم أصلا لها فضل عظيم وفي الصوم فيها لها شهر فضل عظيم ورمضان بقى داخل ده شهر بتاع السنة كلها أي إحنا بنقعد ندعي ربنا يبلغنا رمضان ويتقبل منا رمضان طب اللي في النص اللي رايح بينهم ده لا ده وقت غفلة يغفل عنه شوفي التعليل هذا شهر يغفل يعني حتة يغفل دي حطي عليها دايرة ده العلة إن أنا عايز أعبود ربنا في وقت الغفلة ليه أجر مستقل وكذلك شهر ترفع فيه الأعمال أعمال السنة بترفع في شهر رمضان شهر شعبان وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه أن يرفع عملي وأنا صائم فكاني أكثر من الصوم في شهر شعبان مسموح لنا أن صوم الشهر كله؟ النصف الأول من شهر شعبان مسموح أن يصوم فيه تماما بشكل متصل أو بشكل متقطع زي ما إحنا عايزنا اتنين وخميس غير اتنين وخميس زي ما أنت عاوز نصف الثاني من شهر شعبان ورد فيه حديثين حديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبانة كلها وطبعا الحديث الثاني بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصومه إزاي كان بيصوم كله وإزاي إذا انتصف شعبان فلا تصومه فالجامع بينهم كان إزاي؟ كان أن اللي له عادة في الصيام واحد متعود بالفعل أنه بيصوم اتنين وخميس طول السنة ما يقطعش العادة دي ويعملها في النص الثاني من شعبان عادي واحد صام من النص الأولاني من شعبان مثلا صام اتناشر وثلاثتاشر الثلاثتاشر والثلاثتاشر والثلاثتاشر وخمستاشر تمام؟ عايز يكمل فوصل يعني أنا هكمل بقى الباقي نعم ستتاشر وسبعتاشر إلى قبل الآخر بيوم ولا حاجة ما فيش مانا يعني فيه حالتين الحالة الأولانية أنه يبقى له عادة نعم فيستمر على عادته نعم الحالة التانية أنه يصل صومه في النصف الثاني من شعبان طب اللي عايز يعوض شهر رمضان للسانة الحيط اللي عايز يعوض يلحق يعوض من دلوقتي تضيق عليه الأمر وملحقش يبقى ده صوم ليه سبب يجيبه في النصف الثاني من شعبان ما فيش مانا بس الأفضل هو يخلصوا في النصف الثاني يخلصوا أبدا